ردا على حلقة الكرد ومظلوميتهم التاريخية وأرضهم التاريخية التي حققت رواجا كبيرا وأثنى عليها كثير من أخوتي الكرد في المقابل انتقدها بعض النشطاء المحذبين بين قوسين أنا باحترم كل الآراء وكل من انتقدني بأسلوب راقي يعني بصراحة كثير من الشباب أرسلوا لي روابط إنه هذا رد عليك وهذا مش عارب إيش وهذا كتب وهذا مش عارب إيش بصراحة في ناس يستحقون الرد وفي ناس لا يستحقون الرد اللي أنا اخترت من الناس اللي يستحقون الرد شاب أنا أول مرة أتابعه بصراحة يدعى على الرشي شفت مقطع له يظهر في مكتبة حوالي مكتبة في غرفة يعني في يبدو في بيتي في ألمانيا كما ذكر وقال إنه أنا أهنت الكرد ومش عارف إيش وأنا بخبصت وأنا مش يعني وما حكى أنا توقعت خلال 30 دقيقة يا أخ علاء وأنا لمست فيك يعني إنك ابن عالم وناس ورجل رقيق وحساس وحتى رومانسي أنت فتحياتي إليك وأنا سأزورك إن شاء الله في ألمانيا هذه نقطة فأنا انتظرت منك بصراحة أنك ترد عليه بشكل علمي انتظرتك 30 دقيقة من أجل ترد عليه بشكل علمي على كل الحقيقة التي ذكرتها أنا ما أخذت عدم وأخذ نفسه مع السلطفاحتين وطلعت صرت إفتي أحكي بالرفقاتي على الخرائط التاريخية التي تثبت التواجد الكردي في إيران وفي تركيا وفي العراق وفي جزء من سوريا أنا ما ذكرت هذا أنا ما اعتمدت شيء من عندياتي أنا جبت له خرائط جبت لك أحصائيات رسمية بعد هذا الكرد سواء كانوا 16 مليون أو 17 مليون في تركيا ولا في إيران ولا هون ولا هناك ولا في العراق كنت جبت لك أحصائيات رسمية أنا ما أعتمدت كلامي عندياتي وأنا تضرتك ترد عليه بشكل علمي مو طول الحلقة طول البثك المباشرة على الفيسبوك تقول موسى العمر كذاو موسى العمر كذاو وخبصه يا أخي زانا خبصه أنت غلط عباس بجباس أنت ترد عليه بشكل علمي تناولهي نقطة نقطة وهذا الكلام النقطة الثانية أنه والله حضرتك قلت أنه والله كل ما ناس حب الشهرة وحب لهذا بيروح بيحكي عن الكرد أو مغمور كما هذا الكلام عدم مؤخذه أخي علاء وأنا أحترمك لا يقال إليه لذلك لا يستحق التعقيد ثانيا أنت قلت أنه ليش تقوقع الكرد حول الأحزاب الكردية أو نحو السلاح أو تحالفهم مع أمريكا وتحالفهم مع روسيا وأخيرا مع نظام شيء قال بسبب الخطابكم بسبب خطابكم قال بسبب داعش والنصرة يا حبيبي اللي أنت عبد دافع عنهم أو أنا هيك اللي فهمته ربما أنت لا تدافع عنهم لكن شفت لك صورة مع صالح مسلم اللي أنت عبد دافع عنهم هم متأمرين على الثورة قبل ظهور النصرة وقبل ظهور داعش منذ اليوم الأول للثورة يعني في الشيخ مقصود بحلب هم كانوا مع الثوار هم كان كل يوم في مشكلة وقويص وضرب وختل في الشيخ مقصود بحلب ولا البيكيكي في الحسكي ولا هون ولا هناك ولا فيه معروف يعني قبل مين اللي طرد من الجيش الحر المعتدل اللي أنت بتآمن فيه اللي عم تقول داعش والنصرة تآمروا عليه مين اللي طرده من غيران مش الميليشيات الكردية وجيش النظام مين اللي طرد الجيش الحر بعد تم السيطرة على كوباني عين العرب اللي سانتكم فيها الجيش الحر وفات عن طريق تركيا مين هو مش الميليشيات الكردية مين اللي تحالف الآن مع ضد الجيش الحر المعتدلين لا تركني يا أخي من داعش والنصرة والقاعدة المعتدلين اللي جايين الآن بدي روح على منبج مين اللي تحالف مع النظام اللي قتلكم وهجركم وسوا كل شيء وهذا مهني إن أصحابك يعني لا تصادر عن مطلوبك تقول والله قال أنا ألمع أنت إلك تاريخ بتلميع جبهة النصرة يا حبيبي أنا في اللحظة اللي أنتوا اتهموني أنا في تلميع الجبهة النصرة أنا كنت أفضح الميليشيات التي هجرت وقتلت 30 ألف عربي في من تل تمر إلى تل أبيض إلى الشيوخ فوقاني إلى الشيوخ تحتاني إلى كل قرى حتى رئع عين العرب كوباني قتلت الميليشيات الكردية برصاصها وبالإحداثيات التي كانت تعطيها للتعالف الدولي وأنت تعلم هذا الكلام أنا انتظرت منك إيداني لهؤلاء الذين تقول أنه كل هذه إشاعات وكلام فيسبوك لك يا أخي أنتوا قلتوا كلام فيسبوك أنا رحت بنفسي بنفسي رحت إلى تل أبيض وفت داخل الحدود وعلى شريط الحدودي وتحملت مخاطر ورحت ونقلت بالصوت والصورة شهادات من لحم ودم وما اقتنعتوا فيها قلت لا موسى العمر أعطيهم فلوس مش هنحكوا هذا الكلام لك هذا المفضوح لا يفضح التهجير حصل مليون عرب يهجر من ريف الحسكة وريف عين العرب وريف حلب الشرقي وريف حلب الشمالي وكل ياتهم طيب يا أخي تركك من كلها شي ترفعت ترفعت مين مسيطرة عليها ترفعت على معلوماتك عاصمة قتال داعش هي التي قتل فيها حج بكر يعني الجيش الحر اللي في ترفعت أكثر من قاتل داعش مين أخذها من الجيش الحر مش أصحابك مش الأحزاب الكردية والآن رفعوا عالم النظام سلموها للنظام الآن بمعية الروس فلا تقول أنه والله هي الخطاب التوري لك يا جماعة نحن بسنا يديكم وتحسب حالك على أقليات لأنك أنت مش أقليات أنت مش مسلم أنت مش سني ليش عبتحسب عليك أقليات أنت من المعانم على أكثرية يا حبيبي إلا إذا أقليات قومية هذا مسألة ثانية هذه هي نقطة النقطة الأخرى لك يا أخي عبتقول أنت حضرتك من آر رشي أقول نعم لك يا أخي أنت عبتحكي أنا عبتزود علي يعني يا أخي الحبيب أنا جدي محمد تاج و بقداش أبو أمي محمد تاج و بقداش وبتعرف يعني ببيت بقى عميد أسرة آل بقداش في جبل الأكراد العميد الشهيد رشيد بقداش هذا قتلوا الروس قتلوا الروس هذا العميد الكردي هذا اللي في الجيش الحر كان مين قتلوا قتلوا الآن اللي عم تتحالفوا معهم بحجة أنه والله الخطاب الثوري خطاب غير ناضج إباسوا الإيدين لك يا أخي خطاب الثورة سنتين وعب يبوسوا رجلين وإيدين العلويين من شان يتخلوا عن بشار الأسد الخطاب الثوري بداية الثورة أنا أحب أحكي لك قبضوا والداعش والنصرة ما كانوا قالوا لهم النظام الآن قتل منه 150 ألف علوي فيا أخي لا صادوا على المطلوب وتقولوا خطابكم أنا والله العظيم جبت لك كل تعليقاتي على الفيسبوك منذ أربع سنوات إلى الآن هذا تعليق من 2013 قبل بأربع سنوات قلت لك انتفض إخوتنا الأكراد في 2004 فأرسل لهم الأسد الفرقة الرابعة للقمع والقتل ولم يقب بجانبهم أحد من السوريين إلا في سره على فكرة عمودة وقامشة وحسكي يذبحون مرتين هذا واحد من عشرات التعليقات التي قلتكم يا حبيبي يا مستقبلكم معنا مش مستقبلكم مع بشار الأسد هلأ أنتم تحلفتم مع الظالم أنا بعرف شو اللي زعجك اللي زعجك أنه والله قال أنه أنا والله قللت أدبك أخي مين قال لك أنا قللت أدب أنا حكيت عن في كل مجتمع العربي عنده سرسرية والكرد عنده سرسرية والأجانب عنده سرسرية طبيعي أنا ما بترك أنا روحي أخي تصفح بس صفحت على الفيسبوك وشوف نوعية المشجعي البيكيكي مش عارف ليش هذه الشي بس اللي فيه مسألة بتنخزه وأنا أقول لك مرة ثانية أنا بيحترمك لأنك إنسان لمس منك رقي وأدب والتزام فلا تزع المنيئين قسوت عليك أنت قسوته عليك بس أنا الله سامحك أنا والله طلب يعني تمنيت منك أنك يعني الدين الدين إجرام الميليشيات الكردية ما بدك تسميهم انفصاليين ما ديش عارف إيش يعني رغم أنه عم تقول أنه نحن الكرد ملأ من بالانفصالية وكذا وش عارف إيش يا أخي ما بعرف أنت إذا الكرد اقتنعوا بيحكيك أنا حاقتنا بيحكيك بس أنت بتعرف ما بعرف أنت ثلاثة أرباع الناس مش بصدقين حكيك أول وهذا دعوة وآخر وهذا ملك هو السلطان جاوبني ليش أهل ابن بغداد ليش بده كفيل اللي يروح على أربيل وكردستان عطيني كفيل كفيل زي وزي دولة خليجية جاوبني الآن ابن الريف الشرقي الحلبي ليش بده كفيل مش أن يروح على القامش يروح على الحسكة ويروح على منبج كفيل تأشيرة يعني إذا ما في دولة وهيك شو لم يكن سواء أن يكون دولة نقطة ثانية إنه إيش كمان نقطة الخطاب الثوري وخذا المؤمن هذه أغلب الأشياء اللي حبيت رد عليها وأنا والله كمان طلت منك يعني أنا ترفني على الحقائق التاريخية الحقائق التاريخية عبتقول أنه أنت جبتوا كلام مخبصت تخبص من عندك يا أخي مش كلام من عندي أنا جبت التاريخ أنا أنصفت الكرد يا أخي أنا أنصفتهم مو العكس يا أخي لكن عين الصخط اللي منك واللي من غيرك هي اللي حاولت دلس على الناس إنه والله أنا عبشتمهم وأنا مش عارف إيش أنا أنصفت أنا ذكرت بمراحل تاريخية تواجد الكردي في المنطقة وكيف مين الإعلامي التحدي إعلامي تحدث عن ثورة الشيخ سعيد بيران اللي ما بعرف ليش الكرد بتجنبوا يحكوا عنها اللي قتلهم في آتاتورك ليش لأنه الشيخ سعيد بيران كان يمكن داعشي ذلك الزمان لهذا السبب ولا لشو ولا لأنه بيفتح ملفات لك يا أخي هذا مش كلامي عبد الله أجلان اللي بيعتبره كثير من الكرد رمز التحرر الوطني بلا ما تسمع موسى العمار وبلا ما تسمع فلان وبلا ما تسمع عالتان لا هو عبد الله أجلان داعشي بيلمع النصرة إيش قال قال بالصفحة 167 168 مع لقاوه مع نبيل من حب سبعة أيام مع قائد وشعب هذه مقابلته قال فإن غالبية الشعب الكردي في سوريا قد نزحت من كردستان الشمالية البعض يروج لمقولة كردستان سوريا ولا نعتقد ذلك هذا كلام عبد الله أجلان الأصح هو أن نقول عنهم الأكراد السوريون هقل فهؤلاء قد فروا من ظلم واستبداد العثمانيين والجمهوريات للحكومات يقصد التركية نتيجة مشاركتهم في الانتفاضات التي اندلعت في كردستان وهذا كلام أجلان وبعد سحق الثورات فإذا نظرت إلى تاريخهم الممتد إلى 150 عاما كلام خلت سترى بأنهم انتفضوا ضد العثمانيين والجمهورية التركية وأتوا إلى هذه الساحة أراضي العرب بسوريا هذا كلامه بعد فشل انتفاضتهم وهناك قسم منهم هرب نتيجة ظروفهم الاجتماعية ومسائل الثأر وهذا كلام صحيح لجأوا جزء مهم منهم إلى المناطق الجبلية في عفرين وغيرها لقد قمت ببعض الأبحاث واكتشفت بأن غالبيتهم اللي في سوريا يعني ينحدرون من كردستان الشمالية منهم من جاء منذ مئة عام ومنهم من جاء منذ مئتي عام والمهم أنهم أقلية هذا كلام عبد الله وجلان مش كلامي منيح أنا يا أخي ما حكيت كلام من عندياتي أنا ذكرتها المساء التاريخية وجدي وجدك يعرفوا القصة منيح مش عيب واحد لما يكون لاجئ يا أخي مش عيب وين العيب نص الشعب السوري اللاجئين الآن وين اللعيب فيها نحن عاكينا مراحل تاريخي وبعدين أنا قلت لك نحن معا نموت معا نضحك معا نبتسم معا وسنبقى معا فلا تتشنجوا من هذا الخطاب يا أخوان في العكس هذا يجمع ولا يفرق أنتوا سويتوا العكس وإذا حدا جرح من كلامي في الحلقة الماضية شعر أنه أنا جرحته حق عليه منيح وأنا أسف هيا عبق لك ياها ادفع باليتي أحسن شوف شوف هذول الأولاد الأطفال اللي عبي جندوهم الأحزاب اللي أنت عبي تدافع عنهم أنت وغيرك أطفال عبي جندوهم ما بتحكوا عنهم لا والجرائم اللي ارتكبوها شوف هل الأطفال هيا اللي عبي جندوهم بلها يا أخي سيبك من كلام موسى العمار سيبك من كلام أي واحد سيبك كلام جيش الحر سيبك كلام أي واحد أمنستي بتأمن فيها ولا ما بتأمن فيها مش انت حقوقي مش قالت فيه تهجير وتقتيل من قرأة التمر إلى قرأة الأبيض إلى كلياتها التي صارت حرام يا أخي بس أنا كونوا بس يا أخي عادلين بس مش أكثر والسلام عليكم